وزير الخارجية جبران باسيل لا يحب ذلكلشهات والمواقف المعلبة الجاهزة في المؤتمرات العربية حاول خلال مشاركته الأخيرة في اجتماعات القاهرة كما أخبر الإعلاميين تطوير بعض المواقف في خصوص لبنان فبعدما اعتمدت الاجتماعات العربية الثلاثة الأخيرة موقفا مؤيدا للمعارضة السورية تحفظ عنه العراق والجزائر ونأى لبنان بنفسه عنه ها هو موقف لبنان يتطور هذه المرة معتمدا الصيغة التالية في ظل عدم التوافق السوري السوري على الكثير مما ورد في هذا القرار وهو ما لا يؤمن مصلحة لسوريا ولا يعطي مصلحة للجامعة العربية في لعب أي دور أو أخذ أي مبادرة مساعدة للمصلحة السورية نؤكد على الموقف اللبناني بالنأي بلبنان عن هذا القرار ما طرحته قال باسيل كان مستوحى من نقاشات لجنة البيان الوزاري حيال المقاومة وهو يصلح برأيه لإنجاز البيان ولا مصلح لأحد أن ينزع حق لبنان في المقاومة كما أنه لا مصلح أن تكون المقاومة دون إطار أو حدود وعن عدم تقديم شكوى تجاه سوريا رد باسيل لا مصلحة لدينا بالدخول في مسار مع سوريا في مجلس الأمن إذ قد يجر البعض المسألة إلى غير مكانها خصوصا وأن هناك حركة لأربعة أطراف في سوريا اثنان سوريان واثنان لبنانيان معروفان وبالنسبة لموضوع النازحين السوريين حصل لبنان بحسب باسيل على اعتراف واضح بوجوب مساعدته كدولة في هذا الملف والتأكيد على وجودهم الموقت وهذا الكلام لقي استحسانا وثناء في أوساط وزراء الخارجية العرب